صباح اخي مشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من منصبح عليك زي ما تعودتم معنا دايما يوم الثلاث بيكون معنا فقرات متميزة اولى فقراتنا هناخدكم لعالم متخصص جدا في القوة النعيمة وحقيقة هنتكلم عن دور الهام للمسرح في نشر الثقافة والتعليم هيكون عندنا هذا اللقاء في فقراتنا الاولى مع الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام والناقد الفني أهم الأخبار من جريدة الأهرام الرئيس السيسي وجه بتخصيص حوافز لتشجيع المتفوقين ببرنامج أجبال مصر الرقمية من جريدة الأهرام السيسي يكلف بالتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية من أخبار اليوم السيسي يكلف بالتوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة من أخبار مصر مدبولي تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات بأجندة المؤتمر الاقتصادي من جريدة اليوم السابع مجلس الوزراء مناقشة تعديلات قانون التصالح قبل انتهاء الشهر الجاري من جريدة أخبار اليوم متحدث الوزراء مصر حققت أكبر معدل نمو منذ 15 عام خلال 2022 من جريدة الوطن شكري يبحث هاتفيا مع وزير البيئة الهندي نتائق قمة مجموعة العشرين الأخيرة من أخبار اليوم وزير الصحة نشر الوعي والنهوض بالخدمات أولى طرق السيطرة على النمو السكاني استكمل أخبارنا من جريدة اليوم السابع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فحص مليون وخمسمية خمسة وسبعين ألف سيدة وقاعدة بيانات للحالات من جريدة الأهرام المسلحي المخزون الاستراتيجي من كل السلعة الغذائية بمصر آمن من جريدة اليوم السابع المنشآت الفندقية تجديدات وبنية تحتية لاستقبال وفود قمة المناخ بشرم الشيخ من جريدة الوطن حياة كريمة توقع اتفاقا مع البريد لصرف أعنات شهرية لفئات الأقصر احتياجا آخر أخبارنا الأرصاد تقصي السلساء انخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم من درجة إلى درجتين التي تصل العظمة بقاهرة بنهاية الأسبوع إلى 31 درجة مئوية بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السلساء القاهرة العظمة 34 درجة والصغرى 24 درجة الإسكندرية العظمة 31 درجة والصغرى 24 درجة مطروح العظمة 30 درجة والصغرى 24 درجة وسهاج العظمة 37 درجة والصغرى 24 درجة أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة دي كانت أهم أخبارنا ونشاهدين فقرتنا الحالية خاصة بأحد فنون القوة النعيمة هنتكلم عن فن المسرح وأهميته في نشر الثقافة والتعليم والوعي هيكون هذا اللقاء من خلال لقاءنا مع الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام والناقد الفني صباح خير صباح نورة فن الحقيقة ممكن احنا بنتكلم على القوة النعيمة بنتكلم على أنه فيه طبعا أكتر من جانب للقوة النعيمة لكن من أهم القوة هو فن المسرح عايزة أبدأ في البداية مع حضرتك المفهوم الخاص بفن المسرح والهدف منه فيه عملية نشر التعليم والوعي والثقافة بسم الله الرحمن الرحيم وفن المسرح اشتهر بلقب أصبح دلوقتي يعني منتشر وفي نفس الوقت بيوسير علامات استفهام هو أبو الفنون لكن أبو الفنون لحقيقة أصيب بالشيخوخة والعجز في الأوانة الأخيرة لاعتبارات كتيرة جدا ممكن على فكرة يعني تحتاج لحلقات نحن نتكلم فيها بس أبرزها السوشال ميديا وتأثيره إن هو طغى على تفكير قطع كبير جدا من الشباب بمعنى إن المسرح دايما كان بيصل للجمهور وكان هو على فكرة السلعة الثقافية الرائجة منذ أرستو ومنذ عصر الإغريق والعصر الروماني وفكرة المسرح الروماني وكان المسألة مسألة الجوقة وإزاي على فكرة بتعمل المسرحيات وبتعمل مصوص عالمية وبتوصل للجمهور وبعد كده النصوص دي تحولت برضو إلى اقتماعات معروفة بقت فيه معالجات مختلفة على مدار الأجيال وبعد كده تم استحداث مهرجانات كتيرة جدا على اعتبار إن المسرح بقى لقى أشكال مختلفة آخرها طبعا مهرجان المسرح التجريبي اللي انتهت دورته مؤخرا اللي عايز أقول لحدك إن المسرح كمفهوم هو مفهوم ثقافي أكتر منه مفهوم فني لأنه هو بيؤثر في مكان ثقافي أكتر من فني طبعا لأنه هو بيؤثر في ثقافة المجتمع وبيوجه رسائل متعددة جدا وبيتوقف برضو على مدى وعي المتلقي أو المشاهد والله هو وعي أساسا اللي هو القائم على العملية المسرحية سواء كان مخرج ممثل مؤلف مصرحي العملية المسرحية عناصر العرض المسرحي درجة وعيها بتنعكس على درجة وعي الجمهور لأنك أنت اللي بتشكل وعي الجمهور وبيتأثر فيه وبيتحاول أن أنت تنور بعض الحاجات وتنور بعض الأشياء والقيم والمفاهيم عند الوجدان وعند المتلقي فبالتالي ده بيشكل سلوكه وبيشكل أخلاقياته وممكن كمان يعمل عملية طفرة أو تغيير نوعي في تفكير المجتمع نفسه الكلام ده مش كلام شعرات ده كلام على فكرة الرواد نجحوا في ده من أول يعقوب صنوع وقدر أنه هو يحقق فكرة المشخصاتية ويعمل مصرح يعني مرورا بكل أجيال الستينات كرم مطاوع سعد أردش كمال ياسين سعد الدين وعبة على مستوى التأليف محفوظ عبد الرحمن مؤلفين ومخرجين ثم مبدعين وموسلين انتهاءا بقى بجيل السبعانات والثمانينات من خلال مصرح اختار خاص الفرق المستقلة ووصولا إلى مصرح الدولة فطبعا كل دي انتهاءا بمركز الإبداع الفني تحت قيادة دكتور خالق جلال لإفراز مواهب جديدة فالعملية المصرحية دايما عملية دايما في حالة تكاثر وفي حالة إنتاج مستمره طول الوقت لكن المصرح بيستمر وبيستمد قوته من وعي المجتمع برضو وإقبال الجمهور عليه وهذه الإشكالات اللي احنا بيعاني منها المصرح في ظل المتغيرات الجديدة دلوقتي في المجتمع أكيد أستاذ شريف ممكن احنا بنشوف أنه المصرح والمصرح التجريبي والأنواع المختلفة للفن هو تشكيل وجدان الشباب هل حضرتك شايف أنه الفن الخاص بالمصرح ممكن يشكل ثقافة ووعي الشباب في الوقت الحالي مع وجود التكنولوجيا والشبكات التواصل الاجتماعي ويعني بنجد أنه في معلومات كتيرة جدا جدا وحاجات للترفيه بشكل شديد منتشرة جدا هل مزال المصرح بيمثل هذه القيمة؟ المصرح دائما هيمثل القيمة دي بس بشرط أنه هو يتوقم مع العصر بمعنى أن ده متوقف على طبيعة المنتج المصرحي المقدم أو المطروح لعشان تعمل في فترة من الفترات كنت الأسرة بتنزل تتفرج على المصرح تقعد بالثلاث ساعات تتفرج على التجربة لمجرد أن فيه نجم على قشبة المصرح وفيه رسالة إنسانية ورسالة اجتماعية بتقدم على لسان هذا النجم ومجموعة الأبطال اللي معاني ده كان توجه أن أنت بتصهر صهرة صهرة خاصة جدا أو صهرة بتجمع بين المتعة والفكر فأنت عندك استعداد أن تقضي ثلاث ساعات في قاعة المصرح أو صالة العرض عشان تتفرج الإقاع دلوقتي اختلف أن أنت دلوقتي بسبب إقاع العصر والوقت والرغبة في أنك كده تحصل على المعلومة بأسرع وقت ممكن ومن أقصر الطرق بقيت أنت بتدور على المنتج المصرحي اللي ممكن لا يتجاوز بالضبط ساعة بكتير أكيد وبرضو ده ممكن يشعرك بالملل بس ده متوقف على عناصر العرض نفسه من خلال الورق المكتوب من خلال العناصر الإخراجية أو قدرة المخرج على أنه يدير العملية المصرحية كما ينبغي إبهار الصورة ده بقى جزء مهم جدا علشان تخليك أن أنت في حالة شغف أنك تتفرج على العرض المصرحي طول الوقت أكيد نوع المصرح اللي أنت بتتفرج عليه أصبح دلوقتي في حالة من حالات الاستسهال أو في مفهوم خاطئ منتشر أن ما يقدم على مصرح القطاع الخاص وتحديدا مصرح مصر هو دوت الشكل الحقيقي للمصرح وده اختزال جدا وتسطيح لمفهوم المصرح لأن ما يقدم على مصرح مصر هو نوع من أنواع التسليح والترفيه في حين أن المصرح بيحرد على التفكير ويحرد على تغيير مفاهيم كتير ويحرد أحيانا على الصورة والصدمة أنت بكر يزدمك في مشاعرك ويزدمك على فكرة في مفاهيم كتير ويزدمك في موروسات أنت متربي عليها وبالتالي لابد أن أنت إيما تتمرد عليها إيما تبدأ أن أنت تدفع عنها ففي حالة من حالات الصراع أو المباراة كده متبادلة ما بين العملية المصرحية والمتلقي أو المتفرج العادي طيب خلينا ننتقل إلى جزئية مهمة جدا أننا المصرح فن من الفنون الرقية جدا من فنون القوى النعيمة لكن بيعتمد على عناصر أكثر من جانب الملابس، الجيكور، الإضاءة، المكان، الموضوع، الكتابة كل هذا بيعتمد على تفاصيل كثيرة جدا هل مع وجود التكنولوجيا أصبح أيضا مزال الأقبال على المصرح برغم من وجود التكنولوجيا المتقدمة جدا في المجالات المختلفة فالأغلب أنه الناس بتعزف عن المصرح وتتجه إلى السينما حضرك أصرتي نقطة مهمة أن المصرح دلوقتي بيعاني من أعباء الإنتاج أغلب العروض دلوقتي وده أدى إلى استحداث نوع من المصرح اسمه المصرح الفقير أن الفرقة المصرحية أو أي نوع من التجربة المصرحية في أي شق ممكن على فكرة تبقى بيأبسط التكاليف وتعتمد على ممثل أو اتنين أو حدث انتشر في الفترة الأخيرة وتخصص له مهرجان اللي هو مهرجان المونودراما اللي هو الممثل الواحد اللي هو ممكن يقيم كل حاجة ويبقى نموذج لممثل الشامل اللي هو ممكن يتقن الأداة التمثيلي والرأس والتعبير الحركي والغناء أحيانا طبعا اللون ده كان هدفه الأساسي أن يبقى فيه تكسيف للحالة المصرحية أولا ثانيا الاقتصاد في عناصر العرض المصرحي بأقل التكاليف لأن دلوقتي الأعباء المادية مخليها فيه ظروف إنتاج خاصة جدا ما بقاش فيه الناس كتير عندها الطرف الإنتاج زي ما كان بيحصل في المصرح بصرح القطاع الخاص ومصرح الدولة طبعا بنتخصص لهم ميزانية معينة وبتبقى محسوبة على مدار السنة وفيه عشرات من الفرق المستقلة وعشرات من الهوا بيبحثوا عن فرصة علشان خاطر أولا يبقى فيه تنفيذ لطاقتهم الإبداعية ثانيا بيحاولوا من خلال هذه التجارب المحدودة أو التجارب الصغيرة أو ما يسمى بالعروض القصيرة أن أنت بتصل لأكبر كم ممكن من الجمهور والمتخصصين وبتعلن عن نفسك وبتعلن عن موهبتك وبتعلن عن موهبتك لعلى وعسى أن حد يلتقتها طيب خلينا أن ننتقل إلى الحديث عن المصرح التجريبي بنجد أنه يعني انتهى منذ أيام هذا المهرجان وبنتكلم على أنه الحقيقة دايما بنجد أنه الإقبال من الشباب بيكون أكثر على المصرح التجريبي في العموم عايزين نتكلم كمان على يعني توزيع الجوائز المصرح التجريبي ابتدى من فترة التسعينات والحقيقة عايز أقول حكا لحاجة يعني هو أساسا من حوالي بعد 88 سنة 88 وصل لحد دلوقتي دورته الأخيرة على مدار سلوات دي كلها كان فيه إشكالية بتواجه المصرح التجريبي إن الشباب اللي كانوا أو القطاع الجمهور اللي بيقبل على هذا النوع من المهرجان هو نخبة أو متخصصين أو صفوة العمل المصرحي أكثر من الجمهور العادي لأن التجريب كان دايما على مستوى الشكل مش المضمون دايما كان فيه أطر جديدة كده بالزبط بزي مصرح الغرفة إن العرض يبقى في غرفة ضيقة أو العرض مثلا يتعمل على شكل الدكور يتعمل على شكل أوتوبيس بس تقام فيه الأحداث أو يبقى مثلا عبارة عن قطر قطار معمول كده زي كان التجريب عملها مخرج شاب طموح جدا ساذ محمود فؤاد صدقي اللي هي مسافر ريل وكان ده في ساحة الهناجر أو يبقى فيه مصرح شارع إن العرض المصرحي فيه فناء مفتوح وجمهور محيط بيه من كل ناحية تقليدا برضو أو إن هو برضو بيستدعي المصرح الروماني أو مسرح الإغريقي فترة من الفترات التجريب دايما كان على مستوى الأشكال المصرحية وما كانش فيه تجريب أو فيه عمق في الرؤية المصرحية نفسها المتفرج العادي اللي ما بيخش يتفرج على أي عرض المصرحي الهدف الأساسي منه إنه يفهم إيه اللي بيتقال وإزاي يقدر يتأثر بيه وإزاي يقدر إنه هو يتفاعل معطه للوقت ده ما كانش بيحصل في المصرح التجريبي لإنه كان تغريب أكتر منه تجريب كان حالة فيه حالة وكمان فيه حالة من حالة الغربة والانفصال شوية نفسي ما بين الجمهور وما بين النوع ده من المصرح لأنه كان موجه لطبقة معينة اللي شريحة معينة وبالتالي ما كانش فيه إقبال جماهيري عليه في السنوات الأخيرة ابتدت الرؤية تختلف إنه بيحاول إنه هو يستحدث زي محور الوروض القصيرة إنك تتفرج على عرض مصرحي لا يتتجاوز مدته عشرين دقيقة بس بتوصل رسالة معينة وبتكسف المعلومة أو بيتكسف النص المصرحي فأقل عدد من الكلمات ويعتمد على الصورة التوافق ما بين الصورة واللغة سواء كانت لغة مكتوبة أو لغة مرأية بس هي الفكرة اللي عايز أقولها لك إن المصرح التجريبي تم طمس فلسفته فلسفته كانت أعمق من كده بكتير تعملنا بالإضافة إن الفرق اللي جات المصرح التجريبي بدأ قوي جدا وبمنحنة كيرف عالي جدا تأول بالزبط كده خمس ست سنوات أو عشر سنوات بعد كده ابتدت كيرف ينزل لإن تم تصدير فرق ضعيفة بمنتجات ثقافية وفنية وتجارب مسرحية يعني مش هنهتهمها بالسطحية هنهتهمها بس إن هي مش على درجة كبيرة من النطج زي ما إحنا متصورين فده نعكس سلبا على مستوى المهرجوانة ونعكس على الجوائز الجوائز بقيت بتذهب إلى ما لا يستحقها في أوقات كتير وفي عروض مسرحية كانت بتخاطب العين أكتر منها تخاطب القلب أو العقل فده طبعا يعني قد تباع سلبي عن المسرح التجريب فظهر رافض موازي له من مين؟ من إنتاج الشباب نفسهم اللي هو الشباب اللي هو المسرح المستقل اللي هو قائم على التمويل الذاتي إن أنت بتمول عروضك المسرحية من خلال الأفراد أو أفراد الفرقة أو فريق العمل فكانت تجارب على مستوى كبير جدا من النضج لأن اللي قائمين عليها درسين وبيأخذوا تجارب مسرحية كتير وبيتفرجوا على مسرح كتير ده بالإضافة أن هم مؤمنين ومناضلين للرسالة المسرحية فهما دول اللي كانوا لابد إن احنا نهتم بهم ويبقى في رعاية من الدولة والمؤسسة الثقافية متمثلة في وزارة الثقافة بشكل أكبر طيال المسرح المستقلي ده هو الرافد اللي كنت شايف إنه ممكن يبقى رفد مهم جدا للحركة الثقافية والحركة المسرحية ورعايته هتوفر على الدولة حاجات كتير قوي لأنك بقى أقل كم من الميزانيات بقى بكم ضئيل جدا من الانتاج ممكن تعمل عشرات العروض المسرحية ويحصل اسبط إعلامي عنها وبالتالي يبقى فيه إقبال جماهيري فثقافة المجتمع نفسها إيه؟ أكيد أكيد خلينا نقول في النهاية إنه يعني فن المسرح باختلاف أنواع المسرح هو رسالة وبالتالي لو إحنا عايزين نوجه أو إحنا عايزين نقوي من وعي الشباب وتسقيف الشباب فهو من خلال القوى النعمة في عجالة رسالة للشباب ويعني فن المسرح لابد من مقاومة الزحف من خلال السوشال ميديا وإذا كانت السوشال ميديا دلوقتي هي بتتصيد شريحة الشباب بفيديوهات أو بمنتجات فنية رديئة على فيسبوك أو على تويتر أو إنستجرام لابد أن يكون فيه البحث عن بدائل أو استغلال السوشال ميديا واستغلال الوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية زي التليفاجين وزي القلوات الفضائية في أن يحصل تركيز على التجارب المسرحية الجدة أكيد ولابد أن يكون فيه تصحيح لمفهوم المسرح مفهوم المسرح لا يختزل فيما يقدم بالقطاع الخاص أكيد القطاع الخاص هو نوع من أنواع المسرح المسرح أشمل وأعمق والاتجاه أو التركيز على التجارب الشبابية في سواء مسارح الدولة أو في المسرح المستقل هو دوت اللي حيدي فرصة للانطلاق مرة أخرى وأن قطار المسرح لا يتوقف أبدا أنا بشكر حضرتك جدا حضرتك دورتنا وشرفتنا شكرا للأساس شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام والناقد الفني شكرا جزيلا لحضرتك